في سياق آخر وصلت توزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 750 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 251 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 56 طن وفي مجال الحجب والبيع بأزيدة من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 120 طن وفي مجال البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 15 طن وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 60 طن أسمنتة وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 459 قضية من بينها 189 قضية خبز ناقص الوزن و155 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات أما في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت 82 طن ترجمة نانسي قنقر